بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة وأتم التسليم على محمد وآله الطيبين الطاهرين لازلنا في سلسلة محاضرات الموفون بعهد الله والحديث عن صحابي جليل وموثق من قبل الإمام جعفر الصادق والإمام موسى بن جعفر ألا وهو المفضل ابن عامر الجعفي نجد ونتحدث عن هذه الشخصية المفضل ابن عامر وكما قلنا كان ينهل من علم الإمام سلام الله عليه الإمام جعفر الصادق وكان الإمام جعفر الصادق يعطيه ما يريد ويجيب عن أسئلته الرائعة في مجالها وكان لا يغادر صغيرة وكبيرة إلا وأعطاه مثالها والإجابة عنها والقطع فيها ونحن نستمر في حياة هذه الشخصية ونعرف أن المفضل كان شجاعا شجاع رأي وكلمة وفكر وكان لا يخاف في الله لومته لائم وكان هو الموكل من قبل الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه ولذا يظهر أن المفضل هو الذي كان يوصل للأموال للإمام الصادق عليه السلام فقد روى عنه صلوات الله عليه أن المفضل ابن عمر دخل عليه ومعه شيء فوضعه بين يديه فقال له ما هذا فقال صلة مواليك وعبيدك جعلنا الله فداك فقال أي مفضل لأقبلن ذلك ووالله ما أقبله من حاج إليه وما أقبله إلا لأزكيهم به وهذه هي الحقيقة التي سار عليها الإمام الصادق سلام الله عليه وقال للمفضل أيضا قد كنت قد فرضت عليكم الخمسة في أموالكم فقد جعلت مكانه بر إخوانكم يعني هنا نلاحظ أن الإمام ترك أعطاء الخمس والتصدق بأو أعطائه للمحتاجين من الناس دون نقله إلى الإمام وهذه ظاهرة رائعة جدا وسابقة نلاحظ أن المفضل ابن عمر رضوان الله عليه ساهم مساهمة كبيرة في بث الفكر لمذهب أهل البيت ودفع كل العقبات والصعوبات التي يمكن أن يتعرض إليها وقد سأله العيص ابن المختار سأل الإمام فقال لا جعلت جعلت في داك ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتك فقال أي الاختلاف يا عيص بينهم قال ربما أجلس في حلقتهم بالكوفة فأكاد أن أشك لاختلافهم وحديثهم فأرجع إلى المفضل فأجده عنده ما أريد فأسكن إليه فقال أبو عبد الله صلوات الله عليه وآله عن الصادق أجل هو كما ذكرت يا عيص يعني هنا العيص بن المختار عندما يشكل عليه أمر وتشكل عليه قضية يذهب إلى المفضل ابن عمر رضوان الله عليه وكان للمفضل منزل كما قلنا خاصة يقول له الإمام يا مفضل هذا فإنه من مخزون العلم ومكونه لا تخرجه إلا لأهله يعني هنا عندما يعطيه أسرار العلم يعني يعطيه درجة التفضيل ودرجة التفضيل ودرجة التفضيل ليس بالهيين لذا أوكل الإمام الصادق مهمة تدوين الحديث خاصة إلى المفضل ابن عمر وقال له اكتب وبث علمك في إخوانك فإن مت فأورث كتبك يا بنيك فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم وكان المفضل رضوان الله عليه يعني أمينا على هذه المهمة الجسيمة ونحن نعرف ما كتب في هذا كالتوحيد المفضل وكتاب الإهليجة وباقي كتبه ورواياته إما توزعت في كتب الحديث أو اندثرت في زوايا التاريخ كان للمفضل دور مهم جدا في التصدي للغلات والحركات المنحرفة كالفرقة الخطابية وغيرها من الذي تريد أن تتلاعب بالحديث و جاء في كتاب للمفضل إلى الإمام الصادق وأتاه الجواب أما بعد فإني أوصيك ونفسي بتقوى الله وطاعته فإن من التقوى والطاعة والورع والتواضع لله والطمأنين والإجتهاد والأخذ بأمره والنصيحة لرسله والمسارع في مرضاته واشتناب واشتناب ما نهى عنه فإنه من يتقي فقد أحرز نفسه من النار بإذن الله وأصاب الخير كله في الدنيا والآخرة ومن أمر بالتقوى فقد أفلح الموعظة جعلنا الله من المتقين برحمته جاءني كتابك فقرأته وفهمت الذي فيه فحمدت الله على سلامتك وعافية الله إياك ألبسنا الله وإياك عافية في الدنيا والآخرة الشيء المهم الذي نريد تسليط الضوء عليه أن الإمام سلام الله عليه كان يشاطر المفضل ابن عامر ما يريد ويكتب ويكتب الأجوبة التي تفيده وتفيد إخوانه ولذا أنه كان ينصح المفضل ابن عامر بالابتعاد عن الفرق التي ظهرت ومقاطعتها وأيضا مناقشتها يأمر بها بحيث لا يدع مجالا للشيك والتأويل فيقول سلام الله عليه أخبرك أنه من كان يدين بهذه الصفة التي كتبت يعني سأله عن أولاء الفرق المنحرفة تسألني عنها فهو عندي مشرك بالله تبارك الله وتعالى بين الشرك لا شك فيه وأخبرك أن هذا القول كان من قوم سمعوا ما لم يعقلوه عن أهله ولم يعطوا فهم ذلك ولم يعرفوا حد ما سمعوا فوضعوا حدود تلك الأشياء مقايسة برأيهم ومنتهى عقولهم ولم يضعوها على حدود ما أمروا كذبا وافتراء على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وجرأة على المعاصي فكفى بهذا لهم جهلا ولو أنهم وضعوها على حدودها التي حددت لهم وقبلوها لم يكن به بأس ولكنهم حرفوها وتعدوا وكذبوا وتهاونوا بأمر الله وطاعته ويستمر ويستمر الإمام سلام الله عليه في إرشاد مفضل ثم أخبرك أن الدين وأصل الدين ورجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه فمن عرف عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله ودينه من جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه وأخبرك إني لو قلت أن الصلاة الصلاة في أموالكم وأحسنوا إليهم قال للناس لا تأكل الناس بآل محمد فإني سمعت أبا عبد الله صلى الله عليه وآله يقول افترق الناس فينا على ثلاث فرق فرق أحبونا انتظار قائمنا ليصيبوا من دنيانا فقالوا وحفظوا كلامنا وقصروا عن فعلنا فسيحشرهم الله إلى النار وفرق أحبونا وسمعوا كلامنا ولم يقصروا عن فعلنا ليستأكلوا الناس بنا فيملأ الله بطونهم نارا يصلط عليهم الجوع والعطش وفرق أحبونا وحفظوا قولنا وأطاعوا أمرنا ولم يخالفوا فعلنا فأولئك منا ونحن منهم بهذه الوصايا الرائعة التي تفضل بها الإمام سلام الله عليه للمفضل ابن عمر الجعفي تعطيك الدلالة والثبات على أن المفضل كان جديرا بالاهتمام الشيء المهم والذي أوصاه الإمام أوصى به المفضل ابن عمر هو التحصين الأخلاقي من الانحراف الذي ظهر آنذاك لذلك كان الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق يقول وعليكم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ألا ومن أحسن إليكم فزيدوه إحسانا واعفوا عمن أساء إليكم وافعلوا بالناس ما تحبون أن يفعلوا يفعلوه بكم ألا وخالطوهم بأحسن ما تقدرون عليه وإنكم أحرى ألا تجعلوا عليكم سبيلا عليكم بالفقه في الدين بالفقه في دين الله والورع من محارمه وحسن الصحابة لمن صحبكم برا كان أو فاجرا ألا وعليكم بالورع الشديد فإن ملاك الدين الورع صلوا الصلاة لمواقيتها وأدوا الفرائضة على حدودها ألا ولا تقصروا فيما فرض الله عليكم وبما يرضى عنكم فإني سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة وعليكم بالقصد في الغنى والفقر واستعينوا ببعض الدنيا على الآخرة فإني سمعت أبا عبد الله يقول استعينوا ببعض هذه على هذه ولا تكونوا كلا على الناس نجد أن المفضل ابن عامر رضوان الله عليه دفعت عنه كثير من الشبهات التي ألصقها لأعداء به وبهذا نجد أن هذا الرجل كان يتمتع بقيمة عالية من الورع الشديد ومن المرؤة والوفاء والنظر السديد والنهل من علم الإمام الصادق سلام الله عليه ومن ومن الإمام الكاظم سلام الله عليه إلى أخريات عمره والذي يروى عنه يروي عن التأريخ أنه توفي في عهد الإمام الكاظم عليه السلام وقبل سجنه بالذات توفاه الله فترحم عليه الإمام هكذا كان للصحبة الرائعة التي أنتجت مثل هذا العملاق شيئا رائعا جدا ما أحرانها الآن اتباعه رحم الله المفضل ابن عمر حينما ولد وحينما توفاه الله وحينما يبعث حيا وإلى لقاء آخر للتحدث عن شخصية أخرى أستوجعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة